وصلت وزارة الداخلية حاملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 769 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات وصلت لـ 214 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 55 طن وفي مجال الحجب والبيع بأسعار السلع الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 93 طن أما في مجال البيع بأسعار السلع الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط 51 طن في مجال حجب مواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 453 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات وصلت إلى 95 طن